السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة طب 7 من نوت اليوم سنتحدث عن مشكلة شائعة في قناة اليوتيوب تم إغلاق بسبب محتوى معاد استخدامه وكذلك بسبب مخالفات إرشادات المنتدى وبالطبع للإشادة أو الكلام عن المنظمات الإسرامية أو الإرهابية لحسب سياسة اليوتيوب لأنها تقول لك أنها منصة آمنة وتعبر على حرية تعبير ولكن ليس أنك تقيد حركة حمد تقيد حتى النايل إسماعيل وكذلك دم ترشح تركضوا البال تكتبوا التعليقات تركضوا البال حتى الحسابات التي تتخدموا بهم التعليقات سيكون حد بسبب ذكر اسم السنوار يحيى السنوار يعني هذ الكلمات هادو اللي تكونوا ترينج يعني يخصكم تكونوا عندكم إلمام بالسياسة وبما أن يوتيوب منصة أمريكية فهردوا البال بنزيان فاشتنشروا في المنتدى خاص بكم أو فيديوهات إلا إلا كنتوا قد تضروف هذه الموادات السياسية فضروري تكون اختيار العنوين بإناية يعني تكون تتضر على الدولة ومهم حاولوا تجنبوا اسم السخصية وحتى السورة المصغرة تكون تكون تاعدها مخدومة بداك أسين عشوية وفي نفس الوقت تكون كأنكم تتأيجدوا هيا يعني وحلا تخدموا معها القوالب هادشي اللي بغيت نقول لكم يعني عدو البال هاد الفترة هذي غادي يكون إغلاق عالتاني للمرة الثانية وكل شي عنده علاقة بالسياسة وحاجة أخرى ردوا البال المزيان أن هاد الأيام الجاية غا يكون إغلاق بشكل كبير إلا أنه غا يكون إيقاف تحقق الربح إذا الحالة غادي تكون مؤقتة يعني ممكن ترجو الربح ديالكم بعد ما تدرو إعادة النظار فيديو إعادة النظار أو تنتظرو تسعونة يوم بالنسبة هادو الحالات اللي تكون إيقاف الربح مؤقتة بالنسبة للحالات الأخرى فهي معروفة هاي إما عندها علاقة بمحتوى مكرر يعني فيديو كررته فهم مرة الدرجة أن المساعدين مفرقوا بالفيديو اللول والفيديو الثاني يعني تقريبا أجزاء متسابهة ثاني حاجة وتهي مؤقتة يعني ممكن ترجع الربح دياله أما بما يخص الأدسين فكل ما عنده علاقة بإثبات الهوية إثبات الملكية إثبات العنوان بين كود فهذو كلهم الحل مؤقتة مجرد ما تدخل الكود ولا الصحاح ولا الدرق من الهاتف إثبات صفيرة تتحل المشكلة اللي ما تتحلش المشكلة اللي تكون إيقاف الربح مرة وإيقاف القناة وإغلاقها نهائيا إلا في حالتين فقط الحالة الأولى وهي بسبب النقارات غير صالحة وعملت عليها فيديو خاصة والحالة الثانية بسبب انتهاك سياسات الممتدى اليوتيوب فتتكون هذه الصورة اللي تشوفوها في الفيديو تتعني أن قناتك مرفوضة إذا ما كانش مؤقت ولو تشوفوا أن الساعات نقصينك فما عنداش علاقة بالساعات إلا أن هم تنسى فمرة القناة تدروا قناة جديدة وأدسنت آخر جديد يعني الأدسنت القديم أرى أصلا مغلق فالله يعود غرضة بالنسبة للقنوات اللي توقف لهم الريب ليس السد فقط توقف لهم الريب أو دفعوها المراجعة بالنسبة المحتوى معادة استخدامه تكون على شكل موسيقى أو لقطة أو من تكون موضوع ترينج تتزون في الصورة أو نفس العينة ومن تدروا على نفس الموادع أو نفس اللقاطات فتتخلق لكم مشكل في القناة كنت سمتها ومحتوى معادة استخدامه فهذا كله الحل فقط تزوله إلا تزول شيء ممنوع تدفع فيديو إعادة النظر سافي هدي تنتظر تسعين يوم ومزرد واحد النقطة مهمة مزرد مدود تقريبا ومزرد ومزرد فيديو إعادة النظر فغادي تلاحظوا مباشرة بعد 24 ساعة على التاريخ فيديو إعادة النظر غادي تلقاوا أنه بل لكم أين هي الموسيقى اللي هزيتوا غادي تقلبوا فيديو فيديو وتقلبوا تحققوا من المتابقة فغادي تكتشفوا أنها بدأ تتاوانوا ربما لقطة فهذا اللي هالحل هتحيدوا يعني كيفما منوع تدفعوا إعادة النظر وانتو ما حدفتوا الفيديوهات من هاتش كله أن اللي بغا يخدم على المحتوى دياله من أحسن يكون حصري ويكون شيبان ويحضر سيكون مرتاح من التحديثات الجديدة الخاصة باليوتيوب وأراكم عارفين يوتيوب كل مرة تحديثات تحديثات طريقة البحث طريقة النصر الصورة المصغرة شوية ومعاك ترفض الاصطناعي شوية تتوافق عليه فكانت تقلبات وتحديثات كثيرة فالحل الحل هو أن خذكم تباينوا في منصة يوتيوب وتعرضوا في الفيديوهات جالكم وبغادي تكونوا مرتاحين أما اللي تعمل الصور وخصوصا اللي تجدوه من المواقع اللي هي مجانية فخصدروا إضافات بزاف المونتاج ولمسات النهائية باش يكون الفيديو خلق لكم المشكلة وغادي ترضوا البال لبلوغ لليوتيوب العالميين غادي تلاحظوا أنهم مزرد ما تدوزوا بلاثة فيها الموسيقى ربما تقولوا أن يوتيوب صارمة فيما يخص الموسيقى الخاصة بأصحابها فهذه هي طريقة ناصب أخرى إن في الول تكونوا موافقين مغنيين موافقين أنك استعملها ولكن مجرد ما تتحقق مشاهدات عالية فتي طالبك بملكية إذن خلاصة هو خصيكم محتوى حصري ديالكم وردوا البال إذا كنتوا تصوروا في الشارع حتى إذا خفتوا أنه تكون موسيقى من بعد ما تصوروا ثقتوا الموسيقى كلها وتبدأوا وتهدروا يعني تكون سجيل صوتي يعني بطبع الحال يعني غادي تخدموا يعني ما تحطوش الفيديو كيفما ضروري غادي تخدموا ضروري ضبطوا الصوت لإضاءات صوت كل شيء اللقاطات اللي غير لائقة تحيدوها يعني نردوا البال لسياسات اليوتيوب وخصكم إذا كنتوا غادي تحضروا في موادع خاصة بالسياسة خاصة يكون عندكم بإلمام بموقف ديال أمريكا ودول الغرب لأن وقتما هضرتوا عليهم وأيدتوا المعارضة ديالها فتيكون سبب في قناتكم توقع لها إيقاف تحقيق الربح نتمنى أن الفيديونا لإعجاب جالكم وديم أخذتكم حارسين وحذيرين على قناتكم وأتمنى لكم الرزق الوفي وأستودعكم الله الذي لا تدعي ودائع وإلى اللقاء